كلاسيك برودوي هي واحدة من السيارات الكلاسيكية المميزة باللعبة وآخر سيارة صدرت للأولاين في الوقت اللي نصور فيه هذا الفيديو وإذا كان معك شوية فلوس لتبي تصرفها على هذه السيارة فتعال ناخدك في جولة بسيطة عن كل المعلومات والتفاصيل اللي لازم تعرفها قبل لا تشتريها السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد وياهلا وياهلا وياه مرحبا بالجميع سيارة برودوي صدرت بالأمس على موقع السيارات الرياضية بسعر 925 الف وهي سيارة حلوة وكلاسيكية وتكفي شخصين وأنا بصراحة أحب هذا النوع من السيارات وفي بعض المعلومات هنا وهناك اللي لازم تعرفها عنها لكن في البداية خلينا نروح لمحل التعديل ونشوف كل الإضافات اللي تقدر تشتريها لهذه السيارة بالنسبة للبودي وورك فهي تغير الشكل الخارجي وأول ثلاثة كويسة لكن آخر اثنين تفكك واجهة السيارة وتخرب شكلها فبأخذ الاختيار الثالث لأن السيارة أصلا بتتفكك وتتكسر من أول دقيقتين سواء قبل مدينة وخمس أنواع للصدام الأمامي بأخذ أكبر واحد عشان أكسر أي سيارة أصلمها وخمس أنواع للصدام الخلفي بأخذ نفس الشكل الأمامي في عندنا أربع أنواع للشقمانات أو الإكزوست ثلاثة أنواع فيندرز واللي هي الأغطية اللي تقفل على الكفر الخلفي عشان ما حد يسرق الكفرات وانت نايم ست أنواع لغطى المحرك وتقدر طبعا تفك الغطى وتركب محرك أكبر من السيارة نفسها ليش بتسوي هات الشيء؟ ما دري الاختيار راجع لك بالنهاية نوصل للليفري وعندنا 12 نوع وهنا تجي اللعبة بالكامل فيا أما أنك تحولها لسيارة مصدية ومخزنة من سنة جد جدي أو تحولها لسيارة تاكسي كلاسيكية وتنصب على الناس بإجرة التوصيل وبالنسبة لهذا الليفري الأخير حق التاكسي فخليكم معي دقيقتين وبقولكم كيف تجيبوها بالنسبة للمرايا فعندنا خمس أنواع مختلفة في إضافة كذا اسمها سوامب كولر وهذا يا حبيبي مكيف مركزي يعني إذا خربت ثلاجة البيت عندك حط الثلاجة بكبرها داخل السيارة وانسى الموضوع خلص سيارتك هي ثلاجتك أخيرا في عندنا أربع أنواع للفيزورز أو إضافات الشباك الأمامي وطبعا كل شخص بيشتري السيارة بيعدلها بشكل مختلف عن الثاني فالاختيار راجع لك بالنهاية طيب الآن خلينا نتكلم شوي عن هذه السيارة بالنسبة للشكل والتصميم فهو مأخوذ من أولتز موبيل سيريز سيكستي كوبي اللي انصنعت في 1941 تقريبا كان في أكثر من شكل وتصميم لهذه السيارة في الأجزاء الماضية مثل جي تي اي سان أنترياس أما في جي تي اي أولاين فهذه السيارة مملوكة لشركة كلاسيك وعلى حسب موقع روكستار فهذه أول سيارة باللعبة تابعة لهذه الشركة بالنسبة للسرعة والتسارع فمن صفر لمية خلال خمس أيام عمل يعني تمشي اليوم توصل بكرة في الموقع كاتبين أن سرعتها توصل لمية وستة وعشرين كيلو أو ثمانية وسبعين مايل تقريبا وإذا اشتريت السيارة قبل يوم خمسة عشر أو قبل الخميس القادم فبيجيك هذا الليفري الأحمر على السيارة بالنسبة لليفري التاكسي وكيف تجيبه فمعليق غير تروح على شركة التاكسي وهذه علامتها على الخريطة من هناك بيعطيك سيارة تاكسي ولازم تروح على الركاب بالخريطة وتوصلهم على المكان المطلوب خمسين مرة ومضرور يتوصلهم كلهم وربعض وعادي جدا تطف اللعبة وترجع تكمل في أي وقت ثاني وتتبي تعرف كم توصيلة سويت معليق غير توقف اللعبة بعدها تروح على ستاتس من هناك على أورت وتدخل على اسم التحديث وهناك بتحصل الإنجاز وبيكتب لك كم مرة أنت وصلت وكم باقي لك عشان تخلص لكن قبل ما تسوي هذا الشيء فيه شغلة جدا مهمة لازم تعرفها أن هذه سيارة عادية يعني سواء حطيت لون التاكسي أو أي لون ثاني ما فيه أي فايدة بالموضوع وما تقدر تشتغل فيها كتاكسي في المدينة فاذا كنت بيجيب اللون عشان تشتغل تاكسي على هذه السيارة فمن الآن أقول لك أنك ما تقدر تسوي هذا الشيء فما بيك تنغدر وتكتشف هذا الشيء بالنهاية لازم تعرف أن الليفري أو الألوان هي إضافة جمالية فقط للسيارة وما فيها أي ميزات وبكذا أتوقع أني تكلمت عن كل شيء بالسيارة تقريبا وطبعا أنك تشتريها ب 925 ألف أو تسحب عليها هذا الشيء راجع لك بالنهاية شخصيا أشوفها سيارة كويسة وبحتفظ فيها خصوصا مع علوان التاكسي صايرة جدا رهيبة فاش رأيك أنت بهذه السيارة؟ هل اشتريتها أو تبي تشتريها في الأيام القادمة؟ من هنا أكون وصلت لنهاية المقطع يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسينا من اللايك والاشتراك وأشوفكم فيديو جديد بإذن الله